يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم في كل مكان حلقة جديدة وجون مشترك ضيفي النهاردة هو واحد من النجوم اللي عملوا مشوار طويل مليان نجاحات في التلفزيون وفي السينما ضيفي النهاردة هو النجم محمد رياض برحب بيك أستاذنا كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وكل الأسادة المجتمعين طيبين ليك في الكورة أنا عارف وأكيد دعيبت جون مشترك وانت صغير صح أكيد طبعا كتير إيه الظروف اللي بيتلعب فيها اللعبة دي ليه لازم يعني تبقى ظروف جغرافية ولا ليه علاقة بالعدد اللي بيلعب ولا إيه بالعدد وأحيانا بالمكان يعني مكان ما ينفعش فيه نلعب جونين أهم وأحيانا بيبقى فيه إحنا مفيش حد عايز يوفجون فنيبقى جون مشترك كل واحد شوية فدي تبقى الحالة الوحيدة بس ما تبقاش ممتعة أو زي جونين يعني فرقتين بالزبط طب أنت مقاتك المحلية بقى محدش عارف محمد رياض بيشجع مين وبيحب مين لا الناس كلها تقريبا عارف يعني أنا بحب الأهلي بشجع الأهلي جدا بس مش متعصب اللي انت مقجز زي العيلة كلها أهلوية آه يعني كلها عيلة كلها معد أخوية أخوية زملكاوي زي ما يطلع واحد زملكاوي في وسط عيلة أهلوية أو العكس زي بتاعز والله ما يعرف هو ما يعرفش وعرفش ليه وكان زملكاوي ومتعصب يعني بيبقى غبي يعني لما زملك بتغلب وإحنا طبعا بنقعد نغيص فيه طول الوقت فكان بتخارق معانا معرفش يعني يعني إحنا كلنا عائلة أهلوية ومعرفش هو طلع زملكاوي بصراحة فيها نوع من النوع اللي عند ساعات أو فيها اللي هو أنا مختلف عنكم؟ والله جايز ممكن يكون هو أكبر مني بشوية فممكن يكون الفترة دي عجب الليعب بتاع الزمالك خصوصا أنا من مونيرة المونيرة فروج عفر طبعا من المونيرة وحمد أمام وده معقل الزملكاوية فاكرة أول مرة روحت فيها الستاد؟ الستاد روحته كتير أنا روحته وأنا صغير كنت بروح مختارة تيتش بتفرج على التدريباتي أناك أما كنا بنحضر التدريبات بتاعة الأهلي والفرق حتى المطوشة الودية قبل الدور كنا بنروح الستاد روحته في مطش كان مصر والمغرب كان في 86 في كاس الأمم وآخر مرة روحت الستاد المطش بتاع السنغال اللي فات طيب من وجهة نظرك لو النهاردة بقولك حطوا تشكيل منتخب مصر الحدوصر الأفضل في مصر مين؟ أنا عايز أقولك أن الأفضل من وجهة نظري أن الناس اللي كان كيروش كان مختارهم أعتقد أن هم دول أفضل اللي موجودين عندنا يمكن هتضيف لهم شوية محمد شريف وقفشة هو كان كده كده واخد قفشة يعني من وجهة نظرك أنه كان لازم يستمر؟ لا ما كانش لازم يستمر هو الرجل اللي الأمانة هو حق إنجاز في ظل الظروف اللي موجودة في ظل السكوايد اللي عنده الكواليتي العيبة اللي موجودة عنده هو ده أفضل الموجود هتختلف تماماً مع إيهاب جلل؟ لا ما أعتقدش ما أعتقدش هجيب العيبة منين بس هي دي بس هو الطريقة اللي هتختلف لو سألتك على الحداشر الأفضل في التاريخ يعني سياك من الحداشر الموجودين دلوقتي إنه إحنا برضو دايرة أدية لكن الحداشر اللي في التاريخ من وجهة نظرك أحسن حداشر العيب مصري في كل المركز يعني بالنتائج كلها الحضري الأمان عشان ما نتكلمش في كثير الحضري هو أفضل حارس مرمة في تاريخ مصر طبعاً فيه حراس عظام لكن أنا بالحضري بكل تاريخه إنت عندك الباك رايت والباك ليفت أنا شايف إنه كان إبرايم حسن من الناس المهمة جداً في المكان دا الباك ليفت أنا بحب ساد معاوض جداً الانتنيني اللي ارتكاز هاني رمزي وجنبه بس في حد قديم بس أنا مش عارف الناس هتبقى فاكري قوي وقال لأ أنا كنت بحب مهر همام يعني كان مدافع تقيل ومخدش حقه لو هو هيلعب أربعة تلاتة تلاتة تعال في زمان كان بلعب أربعة اتنين أربعة لكن لو هيلعب أربعة تلاتة تلاتة طبعاً عندك أنا بحب حسن عبد الربو جداً ها تريكا هحط جنبه في كتير جداً فيما ما من فروغ عفر وأنا بتكلم على الجيل الزهبي بتاع حسن شحات أنا 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 بحبه جداً ممكن نحط النيني يعني النيني لعيب يعني لعيب تكنيك تكتيك يعني ما يتحسوهش في الملعب بس هو وجوده مهم هتحط طبعاً صلاح يعني مش هحيز آي كلام أنا شايف أنه من أفضل الناس اللي جوم سترايكر الصريح كان ميدو يعني وفي عمر زكيه وفي عمد متعب التلاتة بصراحة جامدين جداً وكان فيه جمال لعب حميد قبليهم لكن أنا هختار ميدو ليفت وينج دفيت تعرف كان فيه زمان مختار مختار كان بلعب حتة دي حلوة جداً بس طبعاً في الطريقة القديمة لكن في الطريقة الجديدة هنا نحط بركات طب هسألك بقية سئلة سريعة جداً أفضل لعيب في تاريخ مصر أكتر لعيب حبيته حمد صلاح أكتر لعيب دلوقتي في مصر حالياً محلياً يعني شايفه الأميز مع أني أنا أهلاوي بحب ألبساء بحب زيزو أحسن مدرب في مصر حالياً أو أحسن مدرب مصر يا حالياً أحمد سامي أحسن مدرب في العالم جوارديولة طبعاً طب أحسن لعيب في العالم ميسي أنا 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 بحب ميسي إلى أقصى أنا شايف أنه ميسي ده هو أعظم لعيب في تاريخ كرة القدم لا هيجي ولا قبله ولا بليه بقى ولا كرويف ولا مش عارف مين أنا بالنسبة لي ميسي هو اللعيب لوحده المجال زي يعني ده كان سؤالي اللي جاي إنه هسألك على حاجتين وتختار ما بينهم حاجة وكان أول حاجة هقولك مارادونا ولا ميسي ميسي أعم طب مارادونا ولا بليه لا بليه مش هسألك برضو عن كريستان رونالدو ولا ميسي لأنه أكيد الإجابة ميسي صح؟ ميسي طبعا طب رونالدو الكبير بتاع البرازيل ولا كريستان رونالدو كريستان رونالدو يورجن كلوب ولا جوارديولا جوارديولا طبعا منشاستر يونايتد ولا منشاستر سيتي سيتي طب البرازيل ولا أرجنتين؟ البرازيل محمد الشناوي ولا عصام الحاضر؟ عصام الحاضر طبعا حزم إمان في عزو ولا بوتريكا في عزو؟ أبوتريكا حسن شحاتة ولا الجوهري؟ حسن شحاتة تكسب كاس الأمم ولا تسعد كاس العالم؟ كاس العالم كلعيب في أوروبا زي محمد صلاحة تحب تشوفه بياخد الدور الإنجليزي ولا بياخد دور أبطال أوروبا؟ أبطال أوروبا يفضل في الفيربول ولا يمشي؟ يفضل ماشي سألك بقى سئلة ليه علاقة بالذكرة شوية مين هو صاحب هدف فوز مصر على إيطاليا في كاس عامل القراء؟ حمص طب الحارس اللي بدل تيشت بتاعته مع الحاضر في كاس عامل القراء؟ بفون اه؟ ثلاث لعيبة مصريين احترفوا في الدور الألماني؟ هاني رمزي وزيدان في حد ثالث وعمار مرموش طبعا دلوقتي ثلاث لعيبة من منتخب مصر اللي اخد كاس العمام تانية وتسعين؟ حسن حسن طبعا والحضري؟ عب سطر عب سطر صابر طيب عارف الاسم الحقيقي للأفشة؟ مجدي محمد مجدي اه طب عارف الاسم الحقيقي للشكبالة؟ محمود عبد الرازق مين اللعيبة الحريفة في الواسط الفني؟ تلعب كورة الاول او بالنسبة لك الكورة بقى التشجيع اكتر؟ لا كنت تلعب كورة كنت تلعب كورة في الفترة قريبة جدا فيه ناس من برا الواسط الفني او ناس من جوه الواسط؟ معظمهم من الواسط وبيجي معنا لعيبة كورة بيلعبهم معنا فيه من الحريفة فيه كان المخرج الراحل اللي ارحمه كان هاني اسماعيل كان حريف قوي السق حريف بس اه بس يعني موزعك شوه يعني اناني ما بيبصيش لحد خالص محمد شقنقيري كان حريف جدا لانه كان بيلعب على فتكر فتح 19 فيه ياسر عبد الرحمن الملاحل الموسيقار ده لعيب جدا يعني فنان يعني فنان فيه اه لا 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 لعيب جدا بس واجهت له اصابة فما كان بيلعب معنا كان بيلعب بالراحة شوية لكن كل لمساته لعيب لعيب كبير لو المتعصبين جدا مين في الكورة مش تازم يكون بيلعب كورة بس متعصب وهو بشجع وهو بشجع ولا بيلعب ممكن يوقف تصوير عشان فيه مطش ممكن ما يشتغلش عشان فيه مطش ممكن يأجز عشان فيه مطش يعني لو هو بالنسبة لكورة حيقومه اه فيه صلاح افضل اه 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 زمالكاوي رهيب طبعا اه ويحب الكورة جدا بس مش لدرجة توقف التصوير يعني يعني بس ممكن يزوغ يأجز يا لو يقدر يقول لهم لا ماتجبونيش يعني مثلا لا اهل وزمالك مش هيروح لو فيه مطش المصر يعني مصير يعني مش هيروح اه صراحة بالله مطأ هو لا هو مشجع مشجع زمالكاوي اصيل بس مش متعصب لا الحقيقة طب بالنسبة لك لو فيه مطش مهم جدا بتحب تفرج مع ناس معينة ولا لوحدك ولا فيه اجواء معينة تحب لا بحب تفرج مع ناس بس لا مش يعني ما بربطش بقى ان فيه واحد ده كل ما بيبقى موجود معنا بنتغلب واشواء لا لا ما بربطش دي لا ولا ليك تقوص اللي هو لازم يأج فيه حاجة معينة بتحصل حاجة تتاكل حاجة جو معين مكان معين ولا عادي مطوشة مصر كده يعني مطوشة مصر هي رقم واحد بالنسبة لي يعني لو عايز الروح الستاد يبقى مطوشة مصر اللي فيها مصر لو مطش مصر وانا مش في الستاد وهنا في البيت ببقى جاو بقى ببقى يعني صحابي اخواتي بني بقى بقى تعرف بقى المكسرات والبتاع الفكهة حاجات حلوة طول المطشة نجم الكبير محمد لو انا بشكرك جدا عجودك معينة وارتين انا اللي بشكر حضرتك جدا وسعيد جدا وانا اصبحي بالكورة فاليعني اللقاء كان بنسبة لي ممتع يعني ده كان لقاءنا مع النجم الكبير محمد رياض على نجومة بام ودايما في نفس المعاد حلقة جديدة وجوم مشترك اشتركوا في القناة